اشتركوا في القناة وسواء عرف ان هذا الغرض ينتهي بمدة او لم يعجب فمثل انسان مريض قدم الى بلد للعلاج وهو يعرف العلاج ما يكفيه يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ايقصر ام لا يقصر انسان اخر قدم الى البلد للدراسة المريض قد يبرأ قبل المدة التي قدرها لكن هذا انسان للدراسة يعلم انه ما يمكن يغادر البلد قبل ان تنتج دراسك في اربع سنوات لكن بعد ما تمتج الدراسة يرجع الى بلدك وهو يقول في قرارة نفسه لو اعطوني الشهادة بعد عشرة ايام يرجع ولم يرجع يرجع اذا لم يتخذ هذا قرارا ولا وطن فله ان يقصر وهذه المسألة مسألة عظيمة وكبيرة وفيها خلاف بين العلم الكثير يزيد على عشرين رأي وقد قال الله تعالى ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله ولم الاخر ذلك خير واحصن تأويله لو رجعنا الى كتاب الله ما فيه تحديد للمده ابدا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة والضارب في الارض قد تطول مدة وقد تقصر واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله اخر تجار التاجر اذا نزل البلد هل هو يعرف هل هو يعرف ان ينقضي بيومين او ثلاثة او ربما يعرف انه لن ينقضي الا بشهر هو كذلك لا يعرف انه ينقضي الا بشهر فهو ضارب في الارض ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال للامة يوم من الاجيام من اراد منكم الاقامة اكثر من اربعة ايام او خمس ايام او خمس عشر يوم او تسعة عشر يوم هل يتم ما قال هذا السنة بين ايجين ما قال هذا بل هو عليه الصلاة والسلام اقام مددا متفاوتة اقام في مكة كم في حجة الوداء كم لا في حجة الوداء في حجة الوداء قدم مكة يوم اربعة وخرج منها صباح الربعة عشر كم اقام اشرة ايام ولهذا سئل انسي المالك كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداء قال اقامنا بها عشرا عشرة ايام اقام في عام الفتح كم تسعة عشر يوم اقام في تبوك عشرين يوم ولم يقل للناس من اقام هذه المدة فليقصر ومن زاد فليتم بل هو عليه الصلاة والسلام قدم مكة في يوم الرابع وجعل يقصر الصلاة الى عرج عن المديدة هل قال للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم ابدا ما قال وهو يعلم نفسه صلى الله عليه وسلم عليه أن الحجات يقدمون قبل اليوم الرابع قال الله تعالى الحج أشهر معلومات ما تتبتل الأشهر من شوال من عيد الفتر فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم الرابع ولم يقل الحجات من قدم منكم قبل اليوم الرابع فليتم والأصل الأصل فقاء السفر وأن يبقى الشيء على ما كان عليه حتى يقوم دليل واضح على أن الحكم انقطع وقد تكلم الشيخ السلام على هذه المسألة كلاما جيدا في أول في الفتاوي في باب ساعة الجمعة وبيّن أن القول بأنه محدد بأيام لا دليل عليه وأنا أقول أن الدليل على خلاله لأنه لو كانت المدد محدد بأربعة أيام لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لقال من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم المهم من الإنسان إذا قدم إلى بلد يريد علما أو سجارة أو زيارة قريب فهو مسافر ولو طالت المدة يترخص برخ السفر كلها نعم